إعلان من قبل السعودية والكويت واليمن بعودة سفرائهم إلى بيروت بعد نحو ستة أشهر من مغادرتهم إثرى أزمة دبلوماسية بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن اليمن اعتبرتها رياض موسيئة وأشرت الدول الثلاث إلى أن قرار عودة السفراء اتخذ بعد الحصول على تعهد لبناني بمنع أي نشاطات أمنية وسياسية موسيئة لدول الخليج فهل استجاب لبنان ولفذ المطالب الخليجية لعودة العلاقات معه أم أن لقرب إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية الدور في تسريع هذه المصالحة خمسة أشهر من القطيعة الدبلوماسية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي انتهت خلال الساعات الماضية بعودة سفراء السعودية والكويت واليمن إلى بيروت عودة السفراء إلى العاصمة اللبنانية اعتبرت مؤشرا على تعسن العلاقات بين الطرفين خصوصا مع أعلان السعودية أن رئيس الوزراء اللبناني ناجيب ميقاتي تعهد بإنهاء جميع الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تؤثر على السعودية وغيرها من دول الخليج مشددة على أهمية ما وصفته بعودة لبنان إلى عمقه العربي ميقاتي حي المبادرة الخليجية تجاه بلاده مؤكدا أن لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج وصفا إياها بأنها كانت وستبقى السند والعضب وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أكد من جهته أن لبنان لن يسمح بعد اليوم لأي أذى أو إساءة مصر السعودية ودول الخليج انطلاقا من لبنان وكانت الأزمة الدبلوماسية ما بين لبنان ودول الخليج وعلى رأسها السعودية قد اندلعت إثر تصريحات لوزير الأعلام السابق جورج قرداحي قال فيها أن قتال الحوثيين في اليمن هو دفاع عن النفس في وجه اعتداء خارجي من السعودية والإمارات واصفا الحرب العبثية وقد جاءت تلك المواقف في وقتها لتفجر مسارا طويلا من الضغط الذي أصاب العلاقات بين دول الخليج ولبنان بعد سلسلة مواقف وتصريحات صادرة من لبنان رأت فيها السعودية طابعا عدوانيا تجاهها لسيما مع أحكام حزب الله قدطه على السلطة اللبنانية وقرارات البلاد عودة سفراء السعودية والكويت واليمن إلى بيروت جاءت بعد أكثر من شهرين من أعلان سعد الحريري الانسحاب من الحياة السياسية وقبل نحو شهر من موعد الانتخابات النيابية للنقاش مشاهدين ينضم إلينا من الرياض رئيس مركز القرن للدراسات سعد بن عمر وينضم إلينا من بيروت الدكتور خلدون الشريف المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي وكذلك من بيروت معنا المحلل السياسي رضوان عقيل مرحبا بكم جميعا أستاذ سعد بن عمر أريد أن أبدأ معك ضيفي من الرياض رغم أن الأزمة بين دول خليج ولبنان نشبت نتيجة التصريحات لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي إلا أن وزير الخارجية السعودي أنذا قال في وقتها بأن الأزمة تكمن بسيطرة حزب الله اللبناني المدعوم من إيران على مفاصل الدولة في لبنان هل ترى المملكة العربية السعودية الآن بأن سيطرة حزب الله قد غابت عن الدولة وبالتالي أعادت العلاقات مع لبنان مساء الخير لك ونضيوف الحقيقة تبنى علاقات الدول على المصالح المشتركة وعندما تمس هذه المصالح أمور مسيئة تختل العلاقة فالعلاقة السعودية اللبنانية كانت في السابق نتعالى على كثير من الأمور ونتسامح بعدما وصل مثل ما يقول المثل العربي وصل السيلة الزوبة عندما صاد مسؤولين وزراء الحكومة يتهجمون على المملكة العربية السعودية وتصلنا طلقات رصاص من حزب الله على أرضنا من اليمن فعند ذلك لم تستطع السعودية السقوط عن ذلك فالمصالح التي بين لبنان والمملكة العربية السعودية لا يهم أن يكون حزب الله عضوا فيها أم لا لكن نستطيع أن نقول أن الدولة نفسها الدولة اللبنانية تماهت مع حزب الله في الإضرار بالمصالح السعودية مع لبنان وما الذي تغير اليوم؟ هل الرغبة السعودية بإزالة سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة قد تحققت؟ هل تلمست المملكة العربية السعودية أي شيء من هذا القبيل؟ وبالتالي أعادت العلاقات والسفير السعودي إلى لبنان؟ لنعلم جميعا أن هناك أضرار للعلاقات السعودية اللبنانية مباشرة وغير مباشرة الأضرار المباشرة منها اشتراك اليمن في مقاتلة السعودية في اليمن اشتراك حزب الله بإرسال مدربين وأسلحة إلى اليمن هذا واحد اثنين تدريب أفراد من حزب من اليمن ومن الحوثيين في البعلبك والبقاع هذه أضرار مباشرة الأضرار الغير مباشرة التي هي التماهي الدولة اللبنانية والسماح للدولة اللبنانية أو عدم مراقبة دعنا نقول عدم مراقبة الدولة اللبنانية للصادرات اللبنانية إلى أننا كان عربية السعودية هذا أستاذ صعد بن عمر حتى أذهب لضيوفي هذه هي فقط أريد الإجابة سريعا لو سمحت هل تلمست المملكة العربية السعودية من المسؤولين اللبنانيين بأن السيطرة التي كانت تقول السعودية أن حزب الله يسيطر على لبنان ومفاصل الدولة قد غابت هذه السيطرة سريعا أرجوك لا نحن لا نقول أن حزب الله يجب أن يزول أو يزول نحن نقول يجب أن يتوقف الأذى عن المملكة العربية السعودية والمصالح السعودية وهل تحقق لها ذلك؟ تعهدت الحكومة اللبنانية تعهدت خطي بأن تمنع هذه الأمور التي تشكي منها الدول العربية وأن المخدرات أو حزب الله واشتراك في الأمور واضح دكتور خلدون الشريف ضيفي من بيروت هذا التعهد اللبناني الذي يتحدث عنه ضيفي من الرياض هل يستطيع المسؤولون اللبنانيون بالفعل أن يوقفوا أي عمليات تقول الرياض بأنها تسيء إلى المملكة باللفظ أو حتى بالفعل؟ بداية تحية لك ولكل ضيوفك لا يجب قياس مسألة على أنها مسألة مفصلية وأساسية هي مجرد إعادة علاقات ديبلوماسية قطعة لأسباب موضعية لكن شيئا كبيرا لم يتغير في دينماكية العمل السياسي في لبنان ولكن ما تغير هو فيما يجري على مستوى المنطقة فعلى مستوى المنطقة هناك ما جرى في المملكة العربية السعودية والرياض التي استضافت مؤتمر اليمن والذي خرج بمندرجات تخدم المسار الأقليم العام في تبريد الأجواء على مستوى الأقليم هناك ما بدأت فيه فرنسا بالتفاوض مع المملكة العربية السعودية من أجل إعادة العلاقات مع لبنان خاصة بعد استقالة وزير الإعلام جورج الإرداحي قبل زيارة الرئيس ماكرون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والاتصال الذي أجراه الرئيس ماكرون مع الرئيس ميقاتي وولي العهد وبالتالي هناك المبادرة الكويتية التي وضعت عليها منود وافقت عليها الحكومة اللبنانية وأرسلت إلى دول الخليج وبالتالي هناك محاولة لإعادة لملمت ما نستطيع لملمته بانتظار ما ستقدمه الحكومة اللبنانية من ما يفيغ عن النوايا الحسنة أي من عمل مباشر ولكن دكتور لو سمحت لي نتحدث عن تعهد من قبل الجانب اللبناني إلى الجانب السعودي بأهم مرتكزات وأهم أسباب هذه الأزمة كما ذكرت أنا قبل قليل ما قاله وزير الخارجية منذ اندلاع هذه الأزمة قال بأن الموضوع متعلق بسيطرة حزب الله على مؤسسات الدولة السؤال الآن هل تستطيع مؤسسات الدولة في لبنان أن تنأى بنفسها عن أي قول وفعل قد يضر بعلاقات لبنان مع دول الخليج ليس سهلا على الحكومة اللبنانية الحالية أو التي ستنبثق بعض الانتخابات من إحكام السيطرة لا على الإعلام اللبناني ولا على مواقف حزب الله وهذه مسألة بالنسبة إلي واضحة لكن هذا لا يعني أن علينا أن نضحي بعلاقاتنا مع دول الخليج لأن هناك حزبا في لبنان يريد في بعض الأحيان أن يذهب بلبنان لصراع إقليمي أكبر من قدرة لبنان على تحمل لكن تعهدات الحكومة اللبنانية هي تعهدات خطية كتبت قدرته على تنفيذ هذه التعهدات هي تحت الانتحام أستاذ رضوان عقيل ضيفي أيضا من بيروت أرحب بك أستاذ رضوان أقول لك ما قاله أو غرد به بالحقيقة وزير الداخلية في لبنان مساء النور قال أن بلاده لن تسمح بأي إساءة للسعودية بعض اليوم وطبعا كانت هذه التغريدة قرار الرياض بعودة السفراء دول الخليجية إلى لبنان عدم السماح من قبل وزير الداخلية في لبنان لأي إساءة إلى الرياض هل هذا كلام تغريدات أم أن هناك فعليا آليات يمكن تطبيقها في لبنان لمنع أي أحد من الإضرار بعلاقات لبنان مع دول الخليج بالقول أو الفعل أولا لابد من الإشارة إلى أن عودة سفراء السعودية والكويت واليمن إلى بيروت هذا أمر مرحب به عند مختلف الشرائح اللبنانية لأن هناك تصميم لبناني عند الحكومة وعند القوى السياسية في لبنان على استقامة العلاقات السياسية بين بيروت والدول الخليجية بالنسبة إلى تغريدة وزير الداخلية مولوي لا شك أن وزير الداخلية والأجهزة الأمنية تعمل بجدية عالية إلى منع تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية والأي دولة في العالم وتبين أن الذين يقومون بهذا العمل لا يعودون إلى حزب الله ولا يعودون إلى أي حزب لبناني هناك جماعات عصابات تقوم بمثل هذه المهمات القزرة بين لبنان وبين السعودية لكن ما أريد أن أقوله في هذا الخصوص أن عودة هذه العلاقات وعودة السفير السعودي تحديدا الأستاذ البخاري إلى بيروت جاء نتيجة جملة من الأمور المحلية أي بمعنى ليس من مصلحة الرياض أن تغيب عن المسرح اللبناني وتترك للدول الأخرى لبنان بلد حساس ومهم في المنطقة إضافة لأن الفرنسيين لعبوا دورا كبيرا والرئيس ماكرون قبل انتخاباته الرئاسية يريد أن يقطف ورقة لبنانية لذلك عاجلة إلى تقريب وجهات النظر اللبنانية والسعودية بغية إنشاء صندوق سعودي فرنسي خليجي لدعم لبنان لكن بالنسبة إلى الإعلام أنا بتقدير الإعلام لبنان هذه هي حالته كما العقود السابقة سمت من يؤيد السعودية وثمت من يخلفها لكن هذا الأمر لا يمنع من تواصل علاقات الدوليناسية بغض النظر عن مواقف حزب الله حزب الله سيبقى يؤيد موضوع اليمن لكن حزب الله وجهات لبنانية كثيرة تراهن على التقارب السعودي اليمني هذا محل ترحيب عند الدولة اللبنانية بحل أزمة اليمن وتفاهم اليمنيين وبتدخل السعودية إضافة إلى موضوع فيينا فيينا علاقات قوسين من توقيع هذا الاتفاق بين إيران والدول المعنية وتحديدا الوليات المتحدة الأمريكية هذه الشظايا الإيجابية من فرنسا ومن فيينا ومن اليمن ومن الرياض ارتدت إيجابا وهذا هو المناخ إضافة إلى نقطة أساسية هذا شق سياسي أستاذ ردوان عقيل لو سمحت لي هذا شق سياسي لكن أريد أن أعود بك إلى ما قلت وحضرتك قبل قليل لا ساعمة مع الكويت والكويت لعبت دورا في هذا الخصوص واضح ما قلت وحضرتك قبل قليل من أداء وزير الداخلية بقصة منع تصدير المخدرات على سبيل المثال وهذا أمر لا يختلف عليه إثنان ولكن الأمر الذي تشكو منه السعودية وليس فقط المخدرات وإنما التدخل التدريب والذي تتهم به حزب الله هل يستطيع ربما يعلم الجميع الجواب ولكن هل يستطيع وزير الداخلية بأن يمنع حزب الله من التدخل أو المباشرة في الحرب التي تجري الآن في اليمن صراحة هذا الموضوع لا إثبتات أن حزب الله قام بتدريب مجموعات يمنية على أرض لبنان سواء في بيروت أو في الضحية أو في أي منطقة لبنانية حزب الله يؤيد سياسيا موضوع اليمن ويريد الحل السلمي بين الحسيين وبين الأفريقاء اليمنين من الظلم القول أن اليمنين يقاتلون ويواجهون بهذه المجموعات التي تتدرب في لبنان أو في أي دولة في العالم أثبتت الأمور على مدار السنوات الأخيرة أن دول التحالف وأن السعودية الدولة الشقيقة لا يمكن حل الأزمة من البوابة العسكرية مع اليمن لابد من قناة التفاوض بين اليمنيين في أنفسهم وليكن هذا الأمر برعاية سعودية ما تقوم به الرياض وقيادة السعودية في الآون الأخيرة أمر مطلوب أي بمعنى لغة السلاح ولغة القتال لا تفيد وهذا الأمر في حال إذا حلت أزمة اليمن سيكون لبنان مرتاحا حزب الله سيرحب بهذا الأمر هذا الأمر سينعكس إيجابا علينا في لبنان أستاذ سعد بن عمر ضيفي من الرياض حينما نتحدث الآن عن توقيت هذه الخطوة طبعا بالإضافة إلى ما ذكر عن طريقك وكذلك الضيفين الكريمين هناك وساطات فرنسية وكذلك وساطات أخرى جرت أيضا خليجية توقيت عودة السفير والسفراء إلى لبنان يأتي قبيل الانتخابات المقبلة البعض يقرأ بأن المملكة العربية السعودية لا تريد أن تخلي الساحة إلى حزب الله وأنصاره وبالتالي لا بد من العودة للملمة الأوراق من قبل الحلفاء وليعني توحيد صفهم أمام حزب الله في الانتخابات المقبلة كيف تعلق؟ الرياض تهتم بلبنان ويؤسفها جدا أن الستة الأشهر الماضية انسحبت العلاقات الدبلوماسية بينهما لكن الحقيقة التي نريد أن نقولها ولا نعلقها على أمور أخرى أن عودة العلاقات السعودية اللبنانية وعودة السفراء هي نتيجة ما قام به المسؤولون اللبنانيون سواء على وزارة رأسة الوزراء نجيم ميطاتي أو ما تعهد به وزير الداخلية من اختصاصاته أو ما تعهدت به الرئاسة اللبنانية عبر المبادرة الكويتية مسألة الحرب اليمن اليمن لم تتوقف ولم تتوقف قريبا مسألة تعليق أخطاء اللبنانيين على اليمن وأخطاء اللبنانيين على الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي من ثلاثة شهر جاء ورجع بخفي حنين ما لم يتعهد اللبنانيين المسؤولين بعدم الإساءة للمصالح السعودية اللبنانية لن تعود العلاقات وأيضا أضيف الآن أن عودة السفراء هي مقدمة إلى عودة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وعودة العلاقات الاقتصادية تحت نظر وزارة الداخلية وعندما تخل وزارة الداخلية بأي شرط من شروط التصدير الشركات المصدرة تكون تحت نظر وزارة الداخلية وتحت تفتيش وزارة الداخلية من خلوها من المخدرات سيتوقف التصدير مرة أخرى هذا التهديد؟ هي الأهم هذا التهديد سيد صعد بن عمر الشيء الأهم من ذلك هو المسؤولين اللبنانيين أنا أسألك هل هذا تهديد يوجه إلى المسؤولين إذا أخلوا بما تقول بأنه اتفاقات بأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه تقطع العلاقات هل هذا ما نفهمه؟ لا لا أنا لا أهدد أولاً لست مسؤولاً سعودياً حتى أهدد لا أقول لأنه حضرتك تتحدث بالرؤية للمملكة حينما عادت العلاقات أيوة الإساءة لعلاقات السعودية اللبنانية عندما يأتي سبب جديد سيضر بها سواء أريد أن أصل للخوة معك في المقابلة أن لا فرنسا ولا اليمن لها دخل في إصدار السعودية قرارها بعودة السفراء نعم ولكن جزئية عودة المملكة العربية السعودية والسفير إلى لبنان مع قرب الانتخابات هذه الجزئية هل فعلاً أن المملكة تريد أن تجمع الحلفاء من جديد أن توقفهم بصف واحد بعد الشتات الذي يعانوا منه داخل لبنان أم لا دخل لمسألة الانتخابات والموالاة للسعودية داخل لبنان كما ترى حضرتك أولاً لعلمك والعلم الأخوة أيضاً هم يعرفون أكثر مني لأنهم لبنانيين أكثر مني أنا أعرف واللبنانيين في لبنان سواء من الأحزاب المعارضة أو حتى حزب الله أعرف أشخاص في حزب الله يتمنون على المملكة العربية السعودية إعادة الأمور إلى ما هي عليه ليس حباً في المملكة بل حباً في لبنان حتى يعود لبنان على ما كانها عليه هذا واحد اثنين مسألة وجود السعودية وجود السفراء يعني لبنان مننا وفينا يا أخي لا نريد أن نتخلى عنه مهما حصل منه فعندما أرسلت السعودية رسالة واضحة عينية واضح في مصالحنا يجب أن يتوقف الأخوة اللبنانية ذلك الوقت فهمها أما مسألة الإعلام فالإعلام من عام سبعين حتى الآن والصحف اللبنانية والمواقع اللبنانية تسبب السعودية لا يضرنا بشيء ما يضر السعودية هو المساس بالمصالح سيد سعد بن عمر واضحة هذه النقطة سمح لي أسأل دكتور خالدون شريف دكتور مسألة الانتخابات وعودة المبلكة العربية السعودية وتوحيد صف إنصح التعبير لموالات داخل لبنان لا أربط إطلاقاً بين الأمرين الانتخابات ستجري بعد شهر ونيف أولاً وثانياً ليس هناك من إمكانية وهذا وقت مناسب لعودة التحالفات داخل لبنان يجب أن نقول ما يلي أولاً الانتخابات ستجري بعد 35 يوم واحد اثنان القوائم قد أعدت وأقفلت ثلاثة ليس هناك من إمكانية لتغيير شكل التحالفات أو مضمونها في الأيام القليلة المقبلة ولذلك أنا أرى أن التوقيت أو التوقيت عودة السفراء هو توقيت جيد لأنه غير مرتبط إطلاقاً لا بالانتخابات ولا بالتحالفات وأريد أن أضيف أمراً أساسياً من يعتقد أن المملكة العربية السعودية تريد أن تقدم شكاة على بياض لبنان واحد من ينتظر أن عودة السفراء تعني عودة الضخ المالي للسعودية إلى لبنان واحد أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية والخليج يتوافقون ويتطبقون مع المجتمع الدولي حول إجراء إصلاحات والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي الذي وقع بالأحرف الأولى بالنهار أمس مع الحكومة اللبنانية للبدء بضخ المساعدة وبالتالي أنا لا أربط إطلاقاً بين عودة السفراء والانتخابات ولا بين عودة السفراء والحلفاء ولكن أعتقد أن عودة العلاقات العربية الخليجية مع لبنان هو لمصلحة لبنان وهو من واجه لكل العرب نعم واضح هذه النقطة أستاذ رضوان عقيل حتى لا يبقى حجب الله وكذلك أنصار حجب الله في الانتخابات المقبلة والساحة مفتوحة لهم لا بد من رصي صفوف على الطرف الآخر داخل لبنان فهل تقرأ أي ربط بين عودة السفراء والانتخابات المقبلة في لبنان أولاً هناك لعبة ديمقراطية هذا الأمر متروك للناخب اللبناني سواء فاز بها حزب الله أم خسر وإن كانت المعطيات تؤشر لأن حلفاء حزب الله هم الذين سيتقدمون في الانتخابات النيابية هذا باعتراف قوة 14 أزارة التي أصبحت أكثر من فريق حتى المملكة العربية السعودية تعرف هذا الأمر صحيح أن السفير السعودي لن يتدخل في الانتخابات لكنه ليس رئيس جمعية خيرية في بيروس ستكون له اتصالاته مع الرئيس فؤاد السانيورا ومع القوات اللبنانية وبالتأكيد أن الرياض ستكون مرتاحة عندما يصل أصدقاء وحلفاء لها إلى الندوة البرلمانية وتحديداً من داخل الطائفة السنية لكن كما قال الدكتور خلدون اللوائح قد تشكلت وأنا في تقديري المملكة العربية السعودية تأخرت إذا كانت هناك تريد التدخل في جمع الصفوف وتسكية هذا الفريق أو أي حزب أو أي كتلة نيابية الانتخابات ستبقى مفتوحة أمام الجميع وهي محط ترقب أكثر من عاصمة وبالتأكيد أن الرياض تراقبها جيداً لكن علينا أن نعترف غياب الرئيس سعد الحريري أثر كثيراً على البيئة السنية الصديقة للمملكة العربية السعودية وأن الذين يعملون على احتلال موقع الرئيس الحريري سواء الرئيس سانيورا أو اللواء أشرف ريفي أو غيره من الشخصيات لن يستطيعوا هذا الفراغ الذي تركه الرئيس الحريري شكراً جزيلاً على هذه المشاركة نريد أطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية شكراً جزيلاً لضيوفي من الرياض رئيس مركز القادم للدراسات سعد بن عمر وأشكر ضيفي من بيروت دكتور خلدون الشريف المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي وكذلك من بيروت المحل السياسي رضوان عقيل شكراً جزيلاً لكم